بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وعليهني الغرفة اللي احنا شغلين فيها حاليا دلوقتي بإذن الله هتكون ألوان الحوائط بتاعتها لون تركواز طيب احنا عايزين نعمل الكورنيشة اللي موجودة لون برضو يناسب أو يتماشى مع لون تركواز لون تركواز اللي هو ما بين الأخضر الفاتح ولون الأزرق الفاتح كده تمام لون تحس ان هو متحير شوي طيب دلوقتي الكورنيشة أول حاجة نبدأ ندهنها دهان مطفي أصفر جملي ليه عشان لما ندهن بعد كده دهبي زي ما احنا شايفين اللون يغطي ويسطر معانا يبقى الأصفر الجملي بنغمأه شوية بنغمأ اللون الأصفر نجيب أصفر غامق على دهان مطفي ونغمأه شوية عشان لما ندهن بعد كده الدهان الدهبي اللي موجود معانا يبدأ يزبط معانا ويسطر معانا ده دهان مائي ونبدأ نقلبه كويس طبعا احنا قلبناه بعصايا ما زبطش معانا حسنا هو ياخد وقت كبير بيدنا كده لون معانا بسرعة جدا طبعا احنا بنخدم الكورنيشة لو فيها اي حاجة محتاجة تزبيط معجون بنزبطها المهم ان احنا ايه بنزبط الكورنيشة معانا واول وش بيكون مطفي اصفر جملي بعد كده بندهن الدهب اللي معانا ده دهب مائي فلفت قطيفة شموات شينت بكل مكانه اللي مسامياته الفلفت معناه ان هو دهبي يعتبر خفيف شوية نقدر احنا نشتغل بيه بالفرشة مش هنخفه كتير يبا احنا بنشوف الدهان المائي اللي نقدر اننا نشتغل بيه بالفرشة هيكون معانا احسن كمان يعني احنا من عند المواد نبدأ نشوفه المناسب لنا طيب ده كده لون الدهبي بنبدأ ندهن الكورنيشة كلها كده وش واحد معانا ده جليز خامة الجليز زي ما احنا شايفين ده كده ايه بيتكون خامة شفافة خامة بطيئة الجفاف تمام ونبدأ اننا نلونها والتلوين هيكون يعتبر اللون تركواز ولكن احنا هنزود طبعا تركواز غامق احنا هنزود اللون اللي هو الازرق شوية يعني اللون الازرق احنا هنزود شوية لان الارضية معانا اصفر فلما بعد كده هاجه اشتغل الاصفر هيبدأ ياخد ويد مع اللون فهيقلب معاه على اخضر شوية يبقى انا بزود اللون الازرق يعني ممكن مثلا يبقى الضعف الضعف ازرق تقريبا وبعد كده ايه بنكمل الباقي اخضر ده كله بالتقريب اما حاجه احنا بنلون الجليز برضو من مسمياته دي شفاف لازم نلون الاول قبل ما نضيف النفط ليه علشان خاطر احيانا بعض الملونات دي ما بتلونش مع النفط ما بتدوبش في النفط فاحنا بنلون الاول ونشوف الدرجة اللي انت طلع معانا مزبوط بعد كده بنبدأ اننا نضيف المخفف المخفف ده يكون مخفف بطاق الجفاف نفط او ويت سبريت المهم انه ايه ما نخفش ببنزين لان البنزين سريع جفاف يبقى مخفف بطاق الجفاف معاه عشان خاطر برضو ايه ياخد وقت معانا واحنا شغالين عشان نقدر احنا نشتغل براحتنا بنبدأ ندهن الكورنيشة زي ما احنا شايفين كده وبعد كده هنبدأ نشيل منها بعض الاماكن في الكورنيشة يعني بعض البروز والحاجات دي احنا كده ايه مع بعض باذن الله خطب خطب طبعا اول حاجة جماعة لازم نشطى بالسقف الاول بعد كده بنزل بكورنيشة وبعد كده بنبدأ نشتغل في الحوائق التشطين لما يكون الشغل معانا باذن الله منظم ان شاء الله الشغل هيطلع حلو وهيوفر معانا كمان في الوقت والجهد باذن الله بعد كده احنا بنبدأ بقطع من القماش ونمسح العالي يعني انا كده بمسح العالي اللي موجود بيبقى بسم الله ما شاء الله جميل جدا كده ايه بيبان ان الدهبي تحت الشغل البارز بيبقى حلو جدا بنبدأ نمسح العالي طبعا يا جماعة لون الكورنيشة اعتبر انا بقول مثلا لون تركواز ولكن هو مش على ابيض فاحنا هممكن بقى هنسميه لون جنزاري يبقى لون اللي معانا ده لون جنزاري بعد كده بنبدأ نمسح العالي زي ما احنا شايفين كده بقطعة القماش وبرضه بنعيد علي تاني بنظهره شوية وبناخد السنة اللي فوق والسنة اللي تحت طبعا ان شاء الله لون الحوائط هنشوفه باذن الله مع بعض وفي ديكور كمان في قلب الشغل باذن الله برضو اللي يحب يشوفوا يتابع معانا باذن الله هننزل الدكور ده هتعمل ازاي كده الدكور هيجي دلوقتي هنشوفه باذن الله ما بعد ده في غرفة نم اطفال وده قطيفة وشموى وده استيل بعد ما خلص هننزله باذن الله وهنسيب الرابط بتاعه نشوفكم باذن الله فيديو جديد على خير ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس وتعمل اعجاب عشان خاطر يوصل لك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته